وإحنا دخلين قلت لي أول حاجة عايز أتكلم فيها حاجة عن جمالي النادي الأهلي إيه قصة جمالي النادي الأهلي؟ يمكن من أكتر الحاجات اللي ناسكت مستغربة للسنة دي يا سيطرة جمالي النادي الأهلي على السوشيال ميديا يمكن في شهر يوليو وجمالي النادي الأهلي هي الأكثر تفاعلاً مع السوشيال ميديا خاصة كان في صفقتين مهمين منها صفقة إمام عشور طبعاً صفقة جمالية في المقام الأول فالأكثر تفاعلاً على السوشيال ميديا على العالم علومه اكيد. علومه مليون في المئة. علومه الناس هليه رجعه بعد. ده ما تخلص البدء يولا. في الحق ده بيقوله اي كلام. مليون في المئة. أنا بصك فيه. نقلوا السيطرة المحلية. وده كان واضح جدا لو نستعرض صورة طبعا استفتاء الرابطة اللي بيعملوه كل جولة عن رجل كل جولة. برجل كل جولة ده باختيار الجمهور. هتقولنا الصور يا جماعة اللي بيكلم عنها جمهور. رجل كل جولة باختيار الجمهور. خلينا اقولك انه في 34 جولة في جولة قلغية. ما تمش اختيار في يا رجل الجولة. في 33 جولة اهل 26 جولة من 33. عشان بتصويت. عشان بتصويت الجمهور. فوقت ساح محلي واضح جدا جدا سيطرة وهيمنة محلية كبيرة جدا. بالمناسبة. ده رغم انه بيبين زي ما انت قلت ان قدي قوة جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا. بس ده يخلنينا المفروض المعايير بتاع الكوز دي الغير. دي دي الاسابيع كل الاسبوع مين تم اختياره. هتلاقي ايه اسابيع والايلة جدا. اه سبع اسابيع بس هي اللي خرجت من النادي الاهلي. اه مالك ايفونا. اه كان في الاسبوع العاشر. قبله كان محمد حمدي. اه زاكل اتنين اه ب اه نادي اسوان. كان في حسن حسن اللي خدها مرتين. اه. العيب الوحيد اللي برا النادي الاهلي اللي خد رجل الجولة مرتين. احمد امين افة اه خدها مرة بتكلم فيه فقط سبع مرات من ال 33. هروح لك بقى لجزء اللي انت بتكلم فيه. انه طيب ده باختيار الجماهير. طيب هل هل ده فعلا كان ليه اختياره دول الاربع اسابيع الاخير الاربعة طبعا من النادي الاهلي. واغرب جولة كانت الجولة 34. ايوا. اه. لان انا هجيب لك انه الافرج بتاع كل البلاتفورمز اللي بتقيس مستويات اللاعبين. وبتديهم سكور بعد كل جولة. انه فقط سبع جولات هي اللي اتسقت مع انه اعلى سكور يكون اللاعب اللي تم اختياره. ايوا. فقط سبع جولات. من ال 34. كان اغربهم الجولة 34. اه. بعد ما يوقع النور. لعب الاسماعيبي جبها ترك. وبعد ما عبدالرحمن البنو بقعد دخلية في الدورة الممتاز. السكور بتاعهم كان اعلى. سكور في هنروح لي الارقام دي دلوقتي. اه. كان اعلى سكور في الدورة بالكامل. لعيب جاب هاتريك. واقدم مباراة كبيرة. وجاب جون. وجاب جون. اتحسب. اتحسب لي المدافع. فتتكلم على اربع اهدافهم بشكل مباشر. تسعة واربعة من عشر. لأعلى سكور في الدورة المتازل المسلم الحالي. ومع ذلك لما يتم اختياره. من اللي خد اطار محمد طارب سكس بوينتو. افرجي بتاعه على كل البلاتفورمز سكس بوينتو. تكلمة ستة واثنين من عشرة. وراجل التاني تسعة واربعة من عشرة. السنائي. سواء البنوبي او يو انور. لتنين. تسعة واربعة من عشرة. وما تمش اختيارهم. ان هما يكونوا الرجل الجولة. من. لانه بانها باختيارة. ببساطة شديدة. بس قوت جمهور النادي الايل على سوشيال ميديا. لو اللاعب دوت كان في الاحتياطي وتحط في التسويت. جمهور النادي الايل يختار افضل اللاعب. بطبيعة الحال انا بختار اللاعب بتاعي. عشان كده في العالم مسا في يعني مسا بيده نسبة للجمهور. نسبة لتسويت الجمهور. لأ خلينا اقول لك اللاكتر. ونسب فنية والتفاصيل يعني. انت بتقول لو لعب احتياطي. اه. من النادي الاهلي. جمهور الاهلي يخليه يكسب. اه. لأ هو لو بيلعب في نادي تاني. وجمهور الاهلي ما عندوش لعيب موجود في الاختيارات. هو اللي بيحدد مين اللي يكسب. وده حصل مع كل اللاعب. حسام حسن لعب النادي الاهلي السابق. محمد تزاكي لعب النادي الاهلي السابق. مالك افونا لعب النادي الاهلي السابق. والاهلي في كل الجوالات اللي اخدها لعيبة ومبرى النادي الاهلي ما كانش عنده لعيبة موجودين في الاختيارات. اش teria? يعني او عنده لعيبة في ضجون الخطاك كانه لو نره 34. 34 او 34. بعد إلغاء الجول. تعال نبص على الأرقام أو. عشان فهم المنزقات حتى نتكلم على. ها وريك هنا لو نستعرض الأرقام احنا جاهزنا بعض من الأسابيع هتلاقي إنه في الجولة التانية حمد فتحي كان تقيمه ستة ونص الأفريج بتاعه على كل البلاسفورات محمود أبو السعود حارس المقولين كان تمانية وسبعة من عشرة تم اختيار حمد فتحي كرجل الجولة بتصويت الجمهور في الجولة تلاتة كريم فوقات كان تقيمه تسعة وسبعة من عشرة فهات اللي بعدين على طول في الجولة تمانية العالم علول كان سبعة وثمانية من عشرة واللي كسب مصطفى زيزي كان تقيمه تمانية وسبعة من عشرة فتح تتكلم على إنه مش في كل الجولات هم بس السبعة جولات سبعة جولات اللي كان اللعيب الأعلى تقييما هو اللعيب اللي تم اختياره عن طريق الجمهور لكن سيطرة وهيمنة كبيرة جدا من جميع النادي الأهل